أبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أهل يفضل الصلاة وتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد أنا مسرور بلقائكم وفرح حقيقة بذلك وندعو لكم رزاكم الله خير على متابعتكم للبرامج الدينية عموما أنا أرحب بكم وأرحب أيضا بالشباب الذين معي و أسأل الله أن يوفقنا و إياهم لكل خير كنت أقرأ قبل فترة حول معركة أحد و كيف أن المسلمين أصابهم فيها ما أصابهم من قتل سبعين من الصحابة مثل ما قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها في معركة بدر المسلمون قتلوا من الكفار سبعين و أسروا سبعين فقال الله تعالى لهم أنتم قد أصبتم في العام الماضي مثلي ما أصابوا منكم هذا العام فأنتم أصبتم مئة و أربعين و هم أصابوا فقط سبعين أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قلوه من عندي أنفسكم إلى آخر الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل معه مجموعة كرام من الصحابة يعني النبلاء الشجعان لكن سبحان الله قضى الله تعالى و ما شاء فعل و قدر لما رجعوا كانت النساء و الصبيان و الناس عموما ينتظرون مقدم الجيش لينظروا إلى أهلهم الذين جاءوا فكانت امرأة من بني النجار قد قتل أبوها و أخوها و ابنها و زوجها شوف الفجيعة كيف قتل هؤلاء كلهم بين يديها الآن قتلوا في المعركة و تنتظر الآن يعني كونه يقولون مات أبوك تتحمل شوية مات أخوك معه طيب علاقة ابن و زوجي أيضا ابنك مات و زوجك مات يعني الذي ستبكين عليها أكثر منهم فكل الأربعة ماتوا تخير يا واحد و أعلمي أنه مات فلما أقبلوا إليها قالوا قتل أخوك قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل أبوك أيضا أعطوها بالتقصيد قال طيب ما فعل رسول الله ما قال طيب ولدي و زوجي إلى الآن ما سألت عنهم قالوا و قتل زوجك أيضا قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا و قتل ولدك العائلة كاملة كلها راحة قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو سالم صالح قالت أين هو أريد أني أراه فأقبلوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مصاب النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته سنانه الأربعة التي بين الأنياب وشج رأسه وجرح وجهه وجرحت ركبته فهو جاي عليه الصلاة والسلام مصاب أيضا من المعركة جريح والدم على ثيابه فلما رأته قالت أما إذ رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل جلل يعني ليست بشيء حقيقة هذه القوة والثبات على الصبر على المصائب التي تصيب الناس قل أن تجد لها مثينا اليوم أذكر قبل فترة إحدى الأخواتنا الفلسطينيات سموها بخنساء فلسطين كل أبناءها الأربعة قاموا بعمليات استشهادية وقتلوا مجموعة من اليهود وكانت هي مع كل واحد منهم تصور قبل لا يذهب تصور بجانبه ثم يذهب ويستشهد فقالوا لها بعد أربعة أولاد كل واحد تودع في أمان الله ولدي اذهب اقتل نفسك وقاتل فكان كل واحد تصور معه ويذهب فقالوا لها كيف صبرتي قالت والله أنا ديني وبلدي أغلى عندي من أولادي فهذه المرأة من بني النجار يعني إذا تأملت وجدت أن الدين عندها ورسول هذا الدين نبي عليه الصلاة والسلام أغلى عندها من هؤلاء الأربعة أغلى من زوجها وأغلى من ولدها وأغلى من أخيها وأغلى من ابنها أما إذ رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل قدرة الإنسان يا جماعة على التعامل مع مصائب الحياة قدرة المرأة خاصة على التعامل مع مصائب الحياة يدل على قوة إيمانها لذلك أنا سأتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع وذلك أن المرأة يغلبها العاطفة في كثير من الأحيان وربما في أمور المرض أو الموت أو نحو ذلك تجد أنها لا تمسك نفسها ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أشياء قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الحالقة والشاقة ومن دعا بدعوة الجاهلية إلى آخره لماذا قال الحالقة ولا قال الحالق الحالقة هي التي تحلق رأسها عند وقوع المصيبة عليها والشاقة هي التي تشق جيبها إذا قالوا فلان مات أمسكت جيبها وشقته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء منها لماذا لم يقولها في الرجل لأن المرأة في الغالب تغلبها عاطفتها وربما تكون أضعف ولا تمسك نفسها وتنطلق باكية في مثل هذه المواطن كذلك قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها مرأة التي تنوح تنوح دائما في كل شيء إذا تنوح على المصائب وتصرخ ونحو ذلك قال إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من قطران وسربال من جرب يعني لباس من النار عياذا بالله تعدب فيها في النار فلا شك حقيقة أنه لا بد أن الإنسان يكون عندها أنواع من ذلك أنا سأستمع ما عندكم لكن سأورد قصة واقعية لأحد الأطباء كان حدثني بها أحد الإخوة يعمل استشاري في أحد المستشفيات حد زملائي فيقول أقبلت لينا مرأة معها ولدها مريض عمره سنتين ونصف يقول فهذا الولد كان مصاب أصلا بضعب في الجسد وعدة أمراض كانت قد نزلت به ما أدري هل هو من ولادتها أو أنها صابة بعد ذلك لكن الولد في هذا السن تقريبا في سنتين ونصف يقول فلما وضعناه عندنا في المستشفى وبدأنا نعالجه اشتد الأمر على هذا الولد وصار عنده خراج صار عنده أول شيء نزيف في القصب الهوائية وانقطع عنه التنفس 45 دقيقة يقول فجئت إليه وهو في الإنعاش عناه مركزه والولد جثة هامدة فوجدت الأم معها مصحف أزرق صغير تقرأ منه جالسة عنده قلت السلام عليكم أنت أمه قالت نعم قلت أنا والله يعني ما أدري لكن حتى ما يكون مصيبة عليك عظيمة احتسبي عند الله تعالى الولد حالة خطيرة وأظنها ما أدري يكمل أسبوع أو ما يكمل لكن احتسبي عند الله يقول والله ما قالت لي طيب إيش فيه دكتور إيش الأمل قالت والنعمة بالله اللهم أشفيه وفتحت مصحفها وقرأ يقول كان زوجها موجودا أراد يسأل لي فقالت لا تسأله ولا سؤال أرجوك لا تسأل ولا سؤال استعم بالله وادعو الله يقول فخرجت يقول بعد ثلاثة أو أربعة أيام شوفي من هذا النزيف ثم أصابه بعد أسبوع نفس النزيف جئت إليها قلت هذه المرة ترى الولد انتهى قالت استعنت بالله اللهم أشفيه زوجها أراد يسألني قالت لا تسأل ولا شيء يقول وخلال شهرين أصابه هذا النزيف ست مرات وكل مرة أقول لها الولد وادعو والمرأة لا تزيد على أن تقول استعنت بالله اللهم أشفيه وتقرأ مصحفها والطبيب موجود يعني خلاص انتهينا بزاك الله خير يقول فبعد ما أكمل الشهرين ونحن نعالجه كل مرة أصيب بخراج في الدماغ ففتحنا رأسه وحاولنا نعالجه ثم أصيب اشتدت عليه الغيبوبة قلنا يا بنت الناسر الولد هذه المرة ما أظنه يفلت قالت استعنت بالله اللهم أشفيه يقول والله كل ما مررت في قسم الإنعاش أمر أطل أنظر إلى الولد فإذا الأم تقرأ قرآن عنده يقول فبعد قرابة الأسبوعين أو ثلاثة بدت الحرارة ترتفع عنده وتنخفض وصار عندها أنواع من اضطرابات فأصيب الولد بفشل كلوي جاءت إليها قلت المرة هذه ما فيه كلام يعني الولد هذا كيف ينجو سبحان الله ولدك عنده فشل كلوي بهذا السن ولو سيغسل كل مرة يقول فأبين لها أريد البنت تسألني الطبيب يعني يريدها تناقشك كيف طيب ماذا نفعل يقول ولا كلمة تقول تقول بارك الله بزاك الله خير استعنت بالله اللهم اشفيه يا رب العالم وتفتح المصحف اشتركوا في القناة